اشتركوا في القناة ولكم الأجر طبعا هذه الظاهرة قاءت بعد انقلاب الحوثين على الشرعية في 21 سبتمبر من العام 2015 وكانت الظاهرة بالفعل الدخيلة عن المقتبع اليمني لم تكن في عادات تقاليد الجمهورية اليمنية من سابق أبدا إنما قاءت قديدة وشاءت لها الأقدار ربما بفعل ضعف الأطراف الأخرى الانقسامات الداخلية عدم توحد القبهات الداخلية لمواقهة هذا الصلاف والانقلاب الحوثي على الشرعية في المهورية اليمنية أعطاهم ربما مساحة واسعة للتحرك والدعوة إلى إحياء هذا التراث والمعتقد الإيراني أصلا يريدون فرض هذه العادات وهذه المعتقدات على هذا الشعب اليمني الشعب الذي يعتنق المذهب السني منذ آلف السنين وهم اليوم يريدون تغيير هذه الهوية للشعب اليمني بفرض هذه المعتقدات وهذه الأباطيل التي أدخلها على هذا الشعب ترجمة نانسي قنقر